العلوم المتكاملة الصف الأول الثانوي أهلاً وسهلاً بيكم في التقييم الإسبوع الخامس ونشوف مع بعض اللي هو السؤال الأول اكتب اتنين من أهمية التوازن البيئي طبعاً هعرفين يا شباب لو كتبنا اتنين من التوازن البيئي نقول طبعاً اللي هو التوازن البيئي ده مهم لاستمرار الكائنات الحية نبات وحيوان رقم اتنين التوازن البيئي مهم لاستمرار توازن العناصر الغذائية رقم ثلاثة مهم للتضفق الطاقة بين الشبكة الغذائية السؤال الثاني اللي هو بيقول لنا علل لما يأتي نشوف كده سؤال علل بيقول لنا ايه في علل اول سؤال في علل بيقول لنا يجب ان يكون هناك توازن في مستويات العناصر لنيتروجين والفصفور احنا عارفين النيتروجين والفصفور يا شباب مهم طبعا بيطلق عليهم مغزيات مهمة لنمو النبات ونمو التحالب وتكوين البروتين داخل هذه الكائنات والتي تعد جزء اساسي من السلسلة الغذائية وهي تعتبر الاساس في السلسلة الغذائية فطالما فيه نيتروجين وفصفور يعمل ذلك على اصدار السلسلة الغذائية تساعد الاسماك المفترسة في الحفاظ على توازن الشعاب المرجانية اكيد الاسماك المفترسة يا شباب بتتغذى هذه الاسماك على الاسماك الاصغر والكنفد الكنفد البحر اللي هو بيعمل على تدمير الشعاب المرجانية رقم 3 يا شباب يمكن ان يؤدي الصيد الجائر ايه هو الصيد الجائر؟ هو الصيد بمعدل يفوق تقاصر الحيوانات وتختفي الحيوانات او بعض الانواع فالصيد اللي هو الجائر يؤدي لخلل في التوازن البيئي لان بيؤثر سلبا على التوازن البيئي واختفاء انواع قد تكون هذه الانواع مفيدة للتوازن البيئي السؤال اللي بعد كده بيقولنا ماذا يحدث اللي هو زيادة كمية العناصر الغذائية زيادة كمية العناصر الغذائية وانا لسه زيادة العناصر الغذائية زي النيتروجين والفسفور ده يؤدي الى زيادة التحالب ويؤدي الى زيادة العوالك النباتية والعوالك الحيوانية ويؤدي ذلك إلى زيادة الأسماك الصغيرة والأسماك الكبيرة واصدار الحياة البحرية طيب السؤال الثاني تراجع عدد الأسماك المفترسة في بيئة بحرية تحتوي على أنواع مختلفة من الأسماك لو حصل اللي هو التراجع في الأسماك المفترسة طبعا دوت بيأثر على الأسماك الصغيرة فتزداد أعدادها وتستهلك أكتر من العوالق الحيوانية فبالتالي برضو تؤدي إلى زيادة الطحالب النباتية والعوالق النباتية لو تم ذلك استهلاك الأسماك المفترسة لكميات كبيرة لأسماك الصغيرة برضو يدي خلل في التوازن البي رقم أربعة بيقول لنا تدمير المواطن الطبيعية طبعا لو دمرنا المواطن الطبيعي الشعاب الملجانية والمستنقعات برضو فقدان التنوع البيولوجي وخلل في التوازن البيئي السؤال خمسة ماذا يحدث إذا التقليل من استهلاك المية والطاقة وفرز النفايات ده حاجة كويسة تعمل على الحفاظ على التوازن البيئي لأننا برشد المية والطاقة وبفرز النفايات الضارة السؤال بعد كده بيقول لنا ما دور الأسماك المفترسة في تحقيق التوازن طبعا الأسماك المفترسة زمت لسه إليين بتتغذى على الأسماك الصغيرة وبالتالي وبتتغذى على الكنفض البحر وبالتالي بتحافظ على تواجد الشعاب المردينية وبتحافظ عليها طيب نيجي بعد كده بيقول لنا صحح ما تحت خط في النظام البيئي المائي تبدأ الطاقة بالتضفق من الكائن أكيد الكائن ده اللي هو يا دكتور المنتج الكائن اللي هو بيقوم بعملية البناء الضوئي ويحضر غزائه بنفسه الأنظمة البيئية هي أنظمة طبعا سابتة أكيد مش سابتة أكيد متغيرة لكن هي تميل للثبات لكن هي متغيرة شوف بعد كده السؤالة دي بعد كده بيقول لنا إيه ستة اكتب تلاتة من الأدوار التي يمكن للإنسان أن يقوم بها في المحافظة على التوازن البيئي اكتب معايا كده هو التلات أدوار الإنسان يقوم بيها طبعا المحافظة على الموارد الطبيعية المحافظة على طبعا ممكن نعمل توعية وتسقيف بيئي طبعا ممكن نعمل إيه؟ نعمل طبعا مشاركة سياسات بيئية إيجابية وتحافظ على البيئة ده لأكتر من سبب يمكن الإنسان يعمل للأدوار الإيجابية بتاعته تلعب الأنشطة البشرية دور كبير في التأثير على الحياة المائية وضح ما يلي فيه أنشطة إيجابية الإنسان يقوم بيها نحن لسه يقللين الأنشطة الإيجابية دي قلنا الحفاظ على الموارد الطبيعية توعية وتسقيف مشاركة في السياسات البيئية الإيجابية اتنين من الأنشطة السلبية أكيد فيه أنشطة كتير سلبية زي مثلا إلقاء مخلفات المصانع والأنشطة البشرية طبعا على المياه ده بيلوثها وبالتالي بيأصل على الكنات الحية نتيجة إن فيه تلوث صناعي ممكن برضو إن الإنسان بيعمل استغلال مفرط في استخدامه للموارد وبالتالي يؤدي ذلك لخلل في التوازن البيئي طبعا حرق القمامة والمخلفات برضو وبيأثر ذلك سلبا على التوازن البيئي كده نشوف إن إحنا حلنا مع بعض التقييم الإسبوعي الخامس وإن شاء الله يكون لكم أعلى الدرجات يا صف يا أولى سنوي علوم متكاملة ونتمنى منكم نعمل لايك وشير للفيديو وتشاير لكل أصحابك وإن شاء الله أعلى الدرجات